مرحبا، اليوم إنا معاينة للابتوب أو جهاز محمول موجه للألعاب من لينوفو وبموديل ليجين اللي هو لاين الألعاب تبعهم طبعاً هاللابتوب جاي من الفئة المتوسطة بلابتوبات الألعاب اللي هي بتفرق شوي عن الفئة المتوسطة طبعاً أجهزة الكمبيوتر خلينا أشرح بالفيديو عشان تعرفوا بالضبط هاللابتوب شو إيجابياته وسلبياته نبدأ بالأنبوكسنج أو فتح الصندوق في عنا شعار لينوفو وليجين اللي هو خط الألعاب تبعهم زي ما حكيت البوكس بيجي باللونين الأسود والأزرق ولوغو ليجين متكرر على جميع الأماكن البوكس بسيط ما في حركات كثير بس بحفظ الأشياء اللي جواته أول إشي من اللاقيه جوه اللي هو الكويك ستارت غايد أو المانيولز في عنا سيليك بيجي بالحجم الطبيعي زي تبع الباور سبلايات والباور بريك أو الشاحن اللي بيجي مبسط أكبر شوي كمساحة ولكنه أخف سماكة ووصلته عادية زي ما حكيت عجبني هالشكل كويس للتخزين داخل الشنطة اللابتوب نفسه محفوظ داخل فلين هاي أول ما نفتحه من لاحظ أنه معظم وصلاته جاي وراء فتصميم الهنج تبعه جاي غير ومن الأسفل في عنا فتحات كبيرة عشان التهوية عجبني هالتصميم للوهلة الأولى خلينا نشوف إذا أداءه عن جد بكون كويس هاي أول ما نشغل المواصفات طالعة الشاشة رح أحكي عنها أول بأول أثناء المعينة الشاشة أو الهنجز تبعتها والفصلات قوية بتحس هيك وزنها فيها وماسكة حالها مش سهل إنها تتكسر وجاي داخل لجوة الفصلة عند اللابتوب نفسه وزي ما حكيت الوصلات جاي كلها وراء منلاحظ أنه في عنا لوغو ليجين جاي على الغطة والفينيش جاي خشن شوي والإضاءة على الأو الشعر تبعهم جاي بس بالأل إي دي الأبيض جميل الحركة هاي وعجبتني كبايسيك عشان تخفيف السعر بتهيأ لي وزي ما حكيت الوصلات وراء وفي عنا فتحات تهوية من الجناب من وراء ومن الأسفل أيضا وفي عنا زي رابرات عشان ترفع اللابتوب عشان يقدر يدخلوا هوا الكيبورد بتيجي باكلت بأل إي دي أبيض وبتيجي آيلند لها النسخة اللي معنا في عنا كاميرا جاي مع لوجو ليجين بالأسفل والمواصفات بيجي عليه آي سيفين الجيل التاسع والنسخة اللي إيجتنا عليها جي تي أكس 1660 تي آي التراكباد جاي بالنص ما يلي شوي لشمال حجمها مش كبير جدا ولا صغير جدا متوسط واستعمالها عادي بس أنا مش كتير بحب أستعملها الفصالة من الجناب معها رينج واسع أو مدى واسع للحركة الإشي اللي بيخلينا نحط الوصلات وراء الماتيريال جاي خشنة ولكن بتطبع شوي بس مش هالاشي الخطير نبلش بالوصلات من وراء في عنا فتحات التهوية في عنا USB Type-C 3.1 في عنا Mini DisplayPort 1.4 في عنا USB 3.1 في عنا HDMI 2.0 ووصلة Gigabit LAN زائد وصلة الشاحن وكنسنتي لوك زائد فتحات التهوية من الأمام في عنا سماعات اللي هي الكارمن زائد بيجي على طمان يمين وشمال استيريو صوتها عالي وواضح جميل في عنا فتحات تهوية من الجن في عنا كمان USB 3.1 من الشمال زائد وصلت سماعة ومايك في عنا شعار Legion شايفينه على الطرف في عنا ضو للباور في عنا فتحة نوفو بتعمل ريسيت زائد كمان 3.1 USB الشاشة زي ما حكيت تيجي أو ما حكيت بعدني IPS 144 هرتز بهاي النسخة اللي معنا اللي بتعطي أداء جدا جدا ممتاز بالجيمز مش أسطع شاشة شفتها لما نوصلها 100% بيكون أداءها تمام ولكن ما بتعطينا هالأداء الخطير جدا تحت 75 أو 50 ما رح تكون كتير واضحة بالشمس فمنضطر نصرف شوية كهرباء عشان نحصل على سطوع عالي إلها ولكن بشكل عام أداءها ممتاز طبعا الترند اللي صاير بكل اللابتوب سآخر فترة بالذات لابتوبات الجيمينج إنه بيخلوا الكاميرا جاية تحت مع اللوغو عشان يسهلوا الوصلات زائد يكون فيه ثن بازلز أو حواف رفيعة للشاشات أنا ما ممانعها الموضوع لأنه الويب كام تبعت اللابتوب مش كتير بيستخدمها الويب كام اللي هون 720p فما بتوقعوا منها أي إشي خطير إلا لسكايب كول هيك وإنتم سافرين إيشي عجبني بهاللابتوب اللي هو برنامج لينوفو Vantage اللي بعطيكو كنترولز أساسية لمعظم الأشياء الموجودة باللابتوب نفسه من ناحية قطع من ناحية أبتيت لدرايفرز إعدادات الصوت الشبكة الويب كام إذا بدكو تشوفوا الاكتيفتي تبعت السي بيو والرام والبطارية وكل هاي الأشياء فبشكل عام عجبني جدا هالبرنامج خفيف لطيف هاي عملت حتى أبديت للبيوس منه ما طررت أعمل أي إشي ثاني خارجي عمل أبديت وعملت الستارت واموري تمام واشتغلت معظم التست اللي انتو شايفينها على البيوس المحدثة والجديدة وطبعا فيه تول بار حطيتها عند التاسك بار عشان أشوف كل الأشياء الأساسية عمل ديسابل للميكروفون للكاميرا إلى آخر نيجي لأداء القطع الداخلية لللابتوب وابتداء من المعالج كرت الشاشة الشاشة والأس أس دي والرام وبشكل عام الحل التبريدي نبلش بالمعالج واختبار آيدا سكستي فور المعالج اللي علها اللابتوب i7-9500-9750H بسرعة أساسية 2.6 جيجا هرتز وترتفع إلى 4.5 جيجا هرتز على واحد من الأنوية للأسف الشريط زي معظم لابتوبات الجيل الثامن والتاسع من انتل في مشكلة ثروتلينج وحرارة على المعالج فقط يعني المفروض يعمل بوست لـ 4.5 جيجا هرتز قاعد الحرارة بتطلع عن التسعين للمعالج وبالطر المعالج يخفف الوطاط ما يعمل بوست أكثر من 3.3 لحد 4 جيجا هرتز فقط مش أعلى من هيك بسبب مشكلة الحرارة اللي أنا بلوم فيها انتل الحل الحراري على هاللابتوب برأيه الشخصي ومن الترجمة اللي شفناها كويس لأنه اللابتوب عفواً الكرت الشاشة شغالوا أداء كويس زي ما نشوفه رح نشوف الآن بالألعاب اللي هو 1660 Ti 6 جيجا هرتز الحرارة نادر لما تطلع لفوق السبعين عادة بتكون بالستيتينات حتى أثناء الجيمينج ولا ساشنز مطولة لساعتين وثلاث فالحل التبريدي في عنا فتحات تهوي من وراء ولكن من جم مش شغالين كثير هاي مشارجة اللي ممكن يشوفوها لينوفو مش قاعد بشوفها وكثير بطلع من اليمين والشمال للأسف الشديد بسبب الحضر اللي صير على كورونا الكاميرا الحرارية مش معي بالبيت عشان أفحص اللابتوب ولكن مبين من الأداء العام تبعه ممكن أجرب أنا في فيديو جاي أنه أغير الثرمال بيست أشوف الإشكالية من وين ولكن بشكل عام الأداء مش كثير متأثر بالذات في الألعاب ولكن مش قاعدين بنحصل على البوست البدنية من السي بيو حرارة سطح اللابتوب الكيبورد مش كثير بتحمى بتوصل بالأربعينات تدفى شوي ولكن ما بصير في مشاكل خطيرة جدا على إيدينا أو إجرين نيجي لطحس 3D Mark Time Spy السكور اللي حصلنا 5,626 نقطة كانوا 5,454 منهم للغرافيك سكور اللي هو كرت الشاشة أداء متوقعة من الـ 1660 Ti وممتاز السي بيو جاب 6,857 نقطة له سكور كويس ومتوقع من الـ i7 9,750 أتش لكن بتهيألي لو موضوع الحرارة نحل شوي كان ممكن نحصل على سكور أعلى برجع أحكي أنه 3D Mark هو برنامج أو فحص بعطينا إينديكيشن على أداء الألعاب للكمبيوتر اللي مش كثير رح يتأثر بالإشكالية اللي حكيت عنها بالـ CPU مثال هاي شادو The Tomb Raider الأفريج FPS كان بأواخر الثمانينات إلى أواخر الستينات أواخر السبعينات حسب الكيس اللي بتيجينا اللو 1% واللو 0-1% أمورهم تمام حرارة الكرت الشاشة بتكون عادة من الستينات ممكن تطلع لبداية السبعينات ولكن حرارة المعالج بتوصل لـ 98,95, 96 وبرجاء بعمل Down Clock سي بيو عشان يحافظ على حرارته زي أنتم شايفين تطلعوا سي بيو كلوك مش قادة تطلع عن 3900 بتوصل لـ 3600 عشان نزل حرارته ولكن أقصى إشي من حصله اللي هو 4 جيجا هرتز لو نشوف لعبة ثانية زي Call of Duty Warzone اللي هي جديدة والناس كثير بتلعبها برضو الحرارة بأوائل السبعينات بكرت الشاشة وبالنسبة للمعالج برضو نفس الحالة بالنسبة للمعالج ولكن بتنزل لـ Clock Speed لعادة 3.6 3.7 جيجا هرتز 3.5 جيجا هرتز حسب الحالة ولكن الـ Average FPS فيها شغال على تقريبا بالـ 120 هاي الجرافيكس أيضا على هاي فأداء جدا ممتاز في الألعاب بشكل عام لللابتوب ولكن زي ما حكيت هي الإشكالية الأوفرهيتنج تبع المعالج اللي بيخلينا نحص الأداء أعلى لو كان الكولينج شوي أفضل الآن بدي أعمل فيديو ثاني أكيد حصل الفيديو الثاني إنه بدي أشوف هل المشكلة من الـ Thermal Paste من حل الحرارة تبع اللابتوب ولكن بشكل عام أداء ممتاز بس أنا بدي أعمل بوش لكمان فأنتو Average FPS على Warzone بالـ 120 130 ممتاز نروح لـ Fortnite على Epic Settings نفس الإشي لفريمات 120 11 130 هاي الأداء لفريمات بشكل عام حرارة الجي بيو أيضا بالسبعينات بالجيمز المتطلبة أقل ممكن تكون أقل استهلاك الكرت الشاشة دائما بالـ 95 96 97 بالمية حرارة المعالج نفس الإشي وبتنزل لـ 3.5 3.6 جيجا هيرتز أحيانا بتنزل لـ 3 جيجا هيرتز حسب السيناريو إذا إحنا جوا بيته ومش متطلب كتير بروح بنزل من الـ Clock تبعت حاله الـ CPU نيجي لـ Experience الشاشة بشكل عام 144 هيرتز جدا جدا ممتاز اللابتوب سموذ الـ Average Frame Rate تقريبا بأواخر التسعينات وعنا الـ CPU بنط مرات لـ 4 جيجا هيرتز ولكن بنزل لـ 3.6 3.7 3.8 قاعد بتذبذب أداء الـ CPU عشان حرارته حرارته عادة من فوق التسعين أنا ما بحب هاي الحرارة صراحة بفضل الـ CPU باللابتوب سيكون بالثمانينات مش أعلى من هيك طبعا كل مكان أقل وكل مكان أحسن وحرارة كرت الشاشة ثابتة على 72 73 انطارة ممكن توصل لـ 75 ولكن مش أعلى من هيك وهو أداء جدا ممتاز على كرت شاشة داخل لابتوب الـ 0% والـ 1% Low أداءهم برضو ممتاز بشكل عام وبرجأ بحكي أنه أداءه بالـ Games تجربة كتير سموذ وجميلة وسلسة فعجبني أنا شكل اللابتوب ومعظم الأشياء اللي فيه زي هون Overwatch بتلاحظوا أنه حرارة الكرت الشاشة على 67 بأوارة آخر الـ 60ات ثابتة أنا بحط الـ Practice Range عشان يكون شوي consistent ولكن الـ FPS بشكل عام كويس وحرارة الـ CPU بهالليفل لأنه الماب مش كتير خطيرة نازل كتير فما تخذوها indication هاي بس عشان أقارن أنا بالفحوصات اللي بعملها بأيام ثانية ولكن بشكل عام أداء كرت الشاشة ممتاز أداء الـ SSD مساعد ممتاز 16 جيجا وايد كافي وزيادة الشاشة الجيميغ عليها جميل زي ما حكيت الـ 144 هاتس كتير مساعدة الـ IPS الألوان جميلة فيها فإذا بتحكي خلاصة عند اللابتوب بشكل عام كإيجابيات وسلبيات ابتداء من الإيجابيات أنا عاجبني شكل اللابتوب الفصلات الشاحن المبسط جاي الشاشة الـ 144 هرتز المعالج الـ i7 750H بيخليه مع كرت الشاشة 1660 Ti و16 جيجا بايت رام والـ SSD اللي هو 256 جيجا بايت مع هارد درايف 1 تيرا بايت قاعد بعطينا هيك مواصفات مغرية لحدها بعمل جيمينج وإنتاج محتوى أو شغل ثقيلة شوي سواء كان بالجامعة هذا اللابتوب مناسب جدا للناس الجيميرز بالجامعة زائد أنه سعره جاي تحت الـ 1000 دولار أو الـ 1000 دينار يعني أنا النسخة اللي لقيتها منه بالأردن سعرها بيستي سنتر تقريباً 1050 دينار اللي هي نسخة 17 إنش اللي عليها 512 جيجا بايت SSD فهاي تحت الـ 1000 دولار وتحت عفواً تحت الـ 1000 دولار وتحت الـ 1000 دينار أو سعره تقريباً منه بيجي موديلات كتير فيه منه 1650 1660 Ti فيه منه 1050 فيه منه 2060 فيه منه 1 تيرا بايت SSD فيه منه 2 تيرا بايت HDD فيه منه 17 إنشاشة ففيه فاريانس مختلفة بتكترعوا أن المواصفات اللي بتكوية ها موجودة فيه أنا برأيي المواصفات الموجودة هون الـ i7 1660 Ti 16 جيجا بايت رام 256 جيجا بايت SSD مع الـ 1 تيرا بايت HDD مع المواصفات الأشياء الثانية إنه هنا ثلاثة ساتا واحد منهم Type-C لو كانت Thunderbolt بيكون ممتاز ولكن Thunderbolt رح يكلف زيادة فما فيه ما إلو داعي كتير فيه عندنا Mini DisplayPort مع HDMI الوصلات جاية من وراء بالنسبة لأداء البطارية مدام حكينا بالخلاصة أداء البطارية ما تتوقعوا أداء أكثر على Dedicated GPU أكثر من 4 إلى 5 ساعات أنا ما حصلت أكثر من 4 ساعات وربع عليه بدون هذا مش gaming قاعد بحكي أنا استعمال وهو كرت الشاشة موجود فيه Hybrid Mode اللي هو بصير يستخدم كرت الشاشة الداخلي والخارجي ممكن نوصلها لتقريباً 7 ساعات مع le Quiet Mode الآن بشكل عام أنا اكتشفت أنه أفضل مود نلعب عليه طبعاً لازم نكون نواصلين الشاحن اللي هو le Quiet Mode لما نحطه على le Quiet Mode صوت المراوح اللي ما حكت عنها الآن هيني بحكي عنها بالخلاصة ما رح يعله كتير لأنه رح يعله كتير والأداء ما رح يستفيد السي بيو من الحكي يعني رح نعلي سرعة المراوح وصير صوتها مسموع وما في داعي إلها فبنصحكوا تخلوه على le Quiet Mode مش على le Standard ولا على le Performance Mode لأنه رح يرفع سرعة المراوح والسي بيو ما بستفيد عشان هي قلتلكوا أنا برأيي المشكلة مش من أداء التبريد تبع اللابتوب نفسه أتوقع المشكلة يا أما بال Thermal Paste يا أما بطريق التبريد المعالج نفسه كلمة أخيرة بالنهاية هل بنصح بها اللابتوب ولا لا نعم بنصح فيه لأنه بيجي بالبوجت تحت الألف دولار مناسب لأنه لابتوب جيمينج تحت الألف دولار يعتبر متوسط يا جماعة لما حكيت أنا بالمقدمة لا يعتبر إشي غالي جدا لأنه لابتوب باتل جيمينج عادة ألفين وألف وخمسمية وألف وثمانمية وثلاثة ألف دولار إلى آخره بنصح فيه لطلاب الجامعات اللي بلعبوا جيمز بتنقله كتير أو حدا عنده شغل وبرضه بلعب جيمز وعنده شغل متطلب زي برامجه 3D والرندرينج والإنكودينج إلى آخره بتصفي إشكالية اللي هو السي بيو مش قاعد بيستغل طاقته كامل ولكن بشكل عام اللابتوب محافظ على محامي حاله ومحافظ على أداءه بشكل عام ولكن زي ما حكيت هاي هي السلبية الوحيدة اللي بده جوس أكتر أو طاقة أكتر رحنا نسخة لـ 2060 الـ RTX والـ GTX من ناحية اللابتوبس بالشكل عام بالنهاية شكرا لكم على المتابعة إن شاء الله يكون عجبكم هذا الفيديو إذا عجبكم اعملوا لايك لا تنسوا تشتركوا بالقناة فعلوا الجرس عشان توصلكوا أي فيديوها الجديدة مننا إذا عندكم أسأل ملاحظات واقتراحات حطوها بالتعليقات أو تواصلوا معنا على حساباتنا على شبكات تواصل اجتماعي اسمنا عليها هو الكمبيوتر موجود بوصف الفيديو ووصف القناة نشاهدكم فيديو تاني إن شاء الله تحيي كبير جدا من ضعك ومن اعلامة سلام